بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وآل محمد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحب بكم في برنامجكم شعاء الأفكار مشاهدين الكرام ما زال الحديث والكلام عن الآفات الاجتماعية في هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن العناصر المباشرة في السلوك كيف أصبح سلوك الإنسان آفة هل أن العرف أحد مصادر التشريع وما هو عمل العرف هل أن الغرائز الموجودة في الإنسان هي شر على الإنسان وفي نهاية هذه الحلقة مشاهدين الكرام نريد أن نتكلم عن التبتل وما هو التبتل إذن كونوا معنا وفي برنامجكم شعاء الأفكار وبرفقة سماحة الشيخ عبد الحسن النصيف الباحث والخطيب الحسيني أنا أحمد الأسد أدعوكم لتكونوا معنا وفي برنامجكم شعاء الأفكار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم شعاء الأفكار وأرحب بضيفي الكريم الباحث الإسلامي سماحة الشيخ عبد الحسن نصيف مرحبا بكم سماحة الشيخ أهلا وسهلا وأهلا مرحبا بكم سماحة الشيخ مازال حديثنا وكلامنا في الآفات الاجتماعية في هذه الحلقة نريد أن نتكلم عن العناصر المباشرة في السلوك ما هي هذه العناصر المباشرة في السلوك وما هو فرقها ما هو الفرق بينها وبين العناصر المتقدمة التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد للدخول في هذا البحث اليوم ينبغي تذكير الإخوة المشاهدين وأنفسنا حتى يظهر الترابط في هذه العناوين التي نبحثها نعم أولا قسمنا الكلام عن الآفات الاجتماعية قلنا هذه الآفات أولا من شؤها فكري ثم في المرحلة الثانية التقنين لأنه بعد أن يفكر الإنسان هذا التفكير يريد أن يصبه في الخارج يصبه في ضوء قانون فلذلك تكلمنا في النقطة الثانية في المرحلة الثانية عن الآفات التشريعية والقانونية والتقليدية العرفية نعم اليوم في المرحلة الثالثة وهي بعد أن فكر ودبر ومشى عبر قانون سواء كان صحيحا أو كان منحرفا شاطا تظهر بعض السلوكيات سواء كانت منحرفة أو كانت صحيحة أيضا منهم يعني المرحلة الثالثة هي الآفات السلوكية السلوكيات بعد واضح أنه حينما يرتكب هذه الموبقة أو هذا الخطأ أو هذه الفاحشة والعياذ بالله فهو ناشئ من تلك المرحلتين الأوليين مسألة الفكر والتقنين أحسنتم والقانون نعم لكن المرحلة الثالثة وهي المرحلة السلوكية أيضا نابد من النظر إليها من زاويتين نعم الزاوية الأولى زاوية أيضا تمهيدية تسبيبية نلاحظ فيها العناصر المؤثرة في هذه المرحلة الثالثة السلوكية العناصر المؤثرة ولكن بشكل مباشر صحيح العناصر هذا البحث إن شاء الله في هذا اليوم العناصر المباشرة في السلوك الإنساني في السلوك البشري كيف يتحرك كيف يجنح هذا الإنسان إلى الخطأ أو إلى الصح القسم الثاني من هذه المرحلة وهي نفس السلوك ذات السلوك هذا إن شاء الله نتركه نؤجله إلى الحلقات القادمة لأنه أولا كثير ويحتاج إلى أولا تصنيف حتى نأخذه ونتوقف عنده واحدة واحدة نعم فاليوم إذن الكلام هو عن العناصر المباشرة في التأثير في السلوك البشري نعم وكلامنا في هذه النقطة عن العقل الذي يؤثر والشهوة والغريزة والفطرة البشرية هذه كلها جعلها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان من أجل أن يحقق أغراضا أرادها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان ولكنها في نفس الوقت تفعل فيه بحيث أن البعض يشط ويشذ وينحرف والبعض يستفيد من هذه المعطيات من أجل ماذا؟ من أجل أن يترقى من أجل أن يعني يسود الوئام والسلام في المجتمع ويستطيع أن يلتفت ويؤدي دوره الإنساني بشكل طبيعي ومنطقي أحسنتم سمع الشيخ ذكرت لنا الغريزة والفطرة ما الفرق بينهما؟ الفرق بين الغريزة والفطرة أن الفطرة هي القوة الكامنة في الإنسان الذي أو التي تحثه على الخير دائما وهذه القوة لا تتغير ولا تتبدل صحيح وهي موجودة في كل إنسان بشكل واحد لا تزيد ولا تنقص فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسق والكفر والعصيان والفسوق والعصيان هذه الأمور بشكل ثابت الإنسان حتى لو لم يكن مسلما قبح الكذب حتى لو لم يكن مسلما في الجاهلية الناس إذا رأوا الكذب من شخص يستقبحونه إذا رأوا الظلم من شخص يستقبحونه الإنسان كائنا من كان يحس في داخله أنه مربوب أنه مخلوق صحيح بتعبير الإمام الرضا صلى الله عليه أنك يعني حينما سئل ما هو الدليل على أن الإنسان مخلوق ووجود هذه الفطرة فيه فيقول لأنك كنت وتعلم أنك لم تكن وحينما تكونت يعني من تكوين خارجي عنك تعلم أنك لم تكون نفسك ولم تكون غيرك صحيح فالإنسان في داخله هذه الأمور التي ذكرناها كلها يحسها في داخله يستشعرها في داخله بحيث يعرف أنه ناقص ويعرف أنه محتاج ويعرف أنه مخلوق فلذلك ذكروا في علم النفس وهكذا في الروايات أنه يمكن أن الإنسان يستغني عن أمور كثيرة ولكنه لا يمكن أن يستغني عن الدين الدين ما هو؟ الدين هو يعني الإحساس بوجود قوة نربها أو نتوجه إليها بالمربوبية بالعبادة هذه المسألة من المسائل الفطرية الثابتة ولذلك وجدنا أن الناس على اختلاف الأديان التي عندهم إلا أنهم لا يستغنون عن الدين كما ذكرنا من قبل حتى الذي يعتبر نفسه لا ديني هو في الواقع ماذا؟ عنده دين عنده دين عنده دين إذا لو خلي الإنسان والفطرة ويعني مجرد الفطرة لا وجد الطريق الصواف كما تذكرون لنا سعى الشيخ هناك يعبر بالفطرة السليمة وغير السليمة هل هذا مجرد الصلاح أو هناك دليل على ذلك؟ هو في مسألة الفطرة أنا ذكرت أنها قوة لا تزيد ولا تنقص في مقابل الغريزة لأنني أردت أن أتكلم عن الفرق بين الفطرة والغريزة والغريزة نعم الغريزة لا قوة كامنة في النفس تزيد وتنقص وهذا أحد الفروق بين الفطرة وبين الغريزة لكن كما تفضلتم هناك فطرة سليمة وفطرة غير سليمة يعني ماذا؟ يعني أنها تزيد وتنقص؟ هناك مسألة تغطية يعني كأنما الفطرة حينما توجد ببعض الأمور وهذا الذي ينبغي أن يتوقف عنده تحت عنوان العرف العرف مسألة هامة جدا نعم كثيرين يجعلون العرف مقياسا بل بعضهم يرى أن العرف أحد مصادر التشريع صحيح وهذا مشكلة العرف ليس مصدرا للتشريع التشريع عند الله سبحانه وتعالى لمن الحق؟ لله ولكن العرف يعمل فقط في تشخيص الموضوع يعني رب العالمين يقول مثلا البيع حلال الربع حرام العرف يأتي ليقول ما هو البيع الله سبحانه وتعالى يقول مثلا الظلم حرام والعدل واجب أو حلال فالعرف يأتي ليقول بأن هذا ظلم أو هذا عدل طبعا العرف هنا يعني ماذا سمي عرفا أصلا؟ لأنه أمر مألوف تعارف عليه الناس بالقبول صحيح فلذلك سمي عرفا وإلا في الواقع هو في الواقع الأفضل أن يسمى العادل يسمى الحاق ولكن لأن بعض مناشئ هذا العدل مناشئ عرفية وربما يدخل فيها مثلا المزايدة والمناقصة لذلك عبر عنه بالعرف القرآن الكريم أيضا يأمر بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فجعل العرف في مقابل النكر أو المعروف في مقابل المنكر ولكن هذه القضية كل ما ينبغي أن يتوقف عند العرف مسألة هامة جدا أن العرف أحيانا لأسباب عديدة يعرفها المشاهد الكريم بسبب مثلا بعض العادات السيئة التي تنتشر في المجتمع يزول بهذا الاعتياد قبح شيء معين هو قبيح في الفطرة صحيح فلذلك الناس يتعودون على هذا العرف الجديد ويتحول إلى العرف عرف المجتمع عرف الأمة لذلك أحيانا مثلا لو تكلمنا عن الحجاب البنت وهي صغيرة رب العالمين جبلها على الحياء جبلها على أن تبتعد عن هذا الاختلاط لكن نرى في بعض المجتمعات أن هذا الأمر صار مسألة عادية بل ربما خلافه يكون ماذا؟ غير عادي غير عادي وغير عرف صحيح هنا حينما نأمر بالعرف أو نأمر بالمعروف هل نأمر بهذا؟ يعني في المجتمعات الأخرى واحد يقول إذا كنت في بلدة تأدى بآدابها ففي بعض البلاد مثلا العادات عادات منكرة يعتبرونها عرفا فإذا أنا حينما أمر بالمعروف يعني بما تعرف عند هذا المجتمع هذا الكلام صحيحا؟ هذا الكلام صحيح؟ لا هذا الكلام غير صحيح العرف المقصود والمعروف المقصود في القرآن الكريم وفي لسان الشرع القويم هو ذلك العرف الذي ينسجم مع الميزان الأصل مع الفطرة مع الفطرة لذلك نحن لا نتوقف كثيرا عند العرف ولكن العرف سمي عرفا بهذا اللحاظ لأنه في الواقع يطبع أو يعكس ما جبل عليه الإنسان من تلك الفطرة صحيح جبل عليه من تلك الفطرة الفطرة التي هي سليمة إذا انقلب هذا العرف إلى عرف معاكس ربما تتحول هذه الفطرة إلى فطرة غير سليمة ولكن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول ماذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذه الفطرة لا تتغير ويمكن أن نجعل ذلك دليلا على كثير من الأمور حينما نلاحظ البشر بعنوان أنهم بشر تنتشر فيهم عادة معينة بعنوان أنه بشر واقعا بعض القضايا يعني يحس الإنسان أنها طبيعة بشرية الآن حينما نأتي إلى الصيني الذي لا يعرف وربما لم يسمع صنب الإسلام والمغولي والهندي الأحمر والموجود في أدغال أفريقيا وهكذا الذي في بلاد المسلمين وفي أوروبا نجيدهم يتفقون على أمور معينة وإذا رأوا اليوم بعض صراعات الغرب مثلا في الزواج المثلي الشاذ نجد أن الطبع الإنساني يأباه ويأنف منه لذلك تطلع مظاهرات من أجل استنكاره يقول هذا من أين ليسوا مسلمين يقول أنه لا أخذوا هذه الأمور مثلا من المسيحية من مثلا كتبهم الدينية الأخرى على كل الأحوال هذه الأديان أيضا رجعت في هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى ذلك الأمر وهو الفطرة والعرف الصحيح السليم إذن العرف أفوا الفطرة ما هي؟ هي تلك الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى ميزانا في كل إنسان ليعرف به يميل ويثبت به على مجموعة من الخيرات مجموعة من معارف الخير ويكز ويبتعد نفسيا ذاتيا من أمور يعتبرها شاذة عن هذه الحقيقة البشرية صحيح هذه الفطرة في مقابلها الغريزة الغريزة ما هي؟ سميت الغريزة غريزة لأنها مغروزة يعني مثبتة لعل الغرز والغرس الغريزة حينما نقول أن هذا غرس يعني بقوة ثبتها تثبيتا في الأرض فهذه مثبتة ولكن في ماذا؟ في النفس البشرية مجموعة أيضا من القوانين أو القوى الكامنة في النفس البشرية ولكن ما الفرق بينها وبين الفطرة؟ قلنا إن الفطرة أمر ثابت لا يزيد ولا ينقص لكن الغرائز لا الغرائز تزيد وتنقص ويعني مثلا غريزة شهوة الطعام مثلا أو الغضب ممكن تطغى وممكن ماذا؟ تقل الغيرة ممكن تطغى واحد يقولون غيرة شديدة واحد يقولون غيرة خفيفة واحد يكون معتدل واحد مثلا في الطعام أو الغريزة الجنسية أحيانا واحد يعني يكثر منها وأحيانا ماذا؟ واحد يقل منها وأحيانا واحد يكون معتدلا فأحد الفوارق كما ذكرنا الآن وهو أن الفطرة ثابتة لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير وربما تتغطى ربما تتغطى بكثرة بعض الأعمال كما ذكرنا من قبل في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كيف بكم؟ إذا رأيتم المعروفة منكرا والمنكر معروفة كذلك أيضا بعض الأحيان بسبب هذه الانحرافات والخروجات وعدم الأمر بالمعروف والنهي على المنكر يجعل هذا القبيح ماذا؟ مقبولا وإذا صار مقبولا شيئا فشيئا الناس يتعارفون عليه على أنه معروف على أنه عرف وبالتالي شيئا فشيئا يتوهم البعض أنه هذا إذن من الأمور الثابتة وهو في الواقع غطى تلك الفطرة يعني لو أن الإنسان عاد إلى نفسه شوي أبعد عن هذه الحجب وهذه الشوائب لا رأى أن هذا الأمر غير صحيح في داخله نوازع تبعده لا تجعله يقبل هذه الأمور بينما الغريزة لا يمكن أن تزيد إذا غفل الإنسان عن الضوابط ويمكن أن تنقص إذا غفل الإنسان عن الضوابط جاءت الأحكام الإسلامية القانون التشريعي الإسلامي من أجل ماذا؟ الضبط من أجل التذكير بالفطرة ومن أجل ضبط الغرائز الغرائز وهذه الغريزة من المسائل التي وقعت فيها على أي حال معارك التفسير ما أعرف إذا كان عندكم نعم أحسن نعم جزاكم الله خير سمع الشيخ نسأل عن النفس كما ذكرتم الآن تكلمتم عن النفس وعن العاقل ما الفرق بين النفس والعاقل النفس هي تلك القوة التي تأمر وتنهى التي تقدم وتحجم في الإنسان بينما العقل لا العقل مرآة صافية وحايدة العقل بما هو عاقل لا يمكن أن يكون آمرا بالسوء ولا يمكن أن يكون إنسانا مثاليا أو مفكرا مثاليا لا يعطيك القانون بشكل رياضي تعطيه واحد زائد واحد يقول لك ماذا؟ اثنان تعطيه أن الصورة واضحة الصورة بدون تشويش أن هذا مثلا اعتدى على هذا الشخص يقول لك إن هذا الشخص ماذا؟ أثم أو ارتكب محرما فإذا أعطيته الخطأ النتيجة تتبع أخس المقدمتين وهذا بحث أيضا جدا يعني مهم ينبغي للمشاهد الكريم أن يتوجه إلي لأنه كثير من الناس يقول أنا عقلي لا يحكم عقلي يحكم أنا عقلي لا يقبل هذا لا يقبله العقل وفي كثير من الأحيان الكلام غير صحيح الذي نسميه عقله في الواقع ماذا؟ النفس هو هذا العرف هو هذا التقليد هو الميول الغرائز الثانية الباطنية العصبيات أو بتعبير آخر هو هذا المرآة صحيح التي هي عندك ولكن بمقدمات مغشوشة بمقدمات غير صحيحة مثل ما قلنا يعني تعطيه أنت وتقول أن الواحد زائد واحد لكن الواحد يساوي اثنين بمجموعة من ما ذلي أنتم لاحظين من قبل أنا أتذكر من قبل حينما كنا ندرس الرياضيات هناك طرق معينة مثلا بالسيغما أو بالجذور تجعل واحد يساوي ستة صحيح ليش؟ يقول لك أنه أنت دخلت بطرق رياضية كلها صحيحة لكنه في الواقع هناك مغالطات رياضية فاتت على عقلك أنت أعطيت هذا العقل نتائج أو أعطيته مقدمات فاسدة وبالتالي هو يحكم ما دون مثلا سين زائد صاد يساوي ستة لازم نخلي سين يساوي مثلا إذا كانت ثلاثة ثاني هم ثلاثة إذا كانت أربعة هذه الثانية يساوي اثنين أما إذا جعلت بشكل من الأشكال أن السين زائد صاد يساوي ستة وجعلت السين خمسة والصاد عشرة وتخليها ستة مغالطة هذه المغالطة تجعلك تحصل على نتائج أيضا مغلوطة هذا على المستوى الأرقام ولكن على المستوى العرفي ما أكثر القضايا مثلا العرب عندهم عادات مثلا بالنسبة إلى المرأة اعتادوا عليها على أنها هي حق وعلى أنها هي دين فأنت تعطي للعقل الذي المفروض أنه لا يخالف الدين وشيء يسمونه الغيرة وشيء يسمونه الفضل مثلا العربي على غيره إخوة هذه إذا جمعتها كلها تجعل العقل يحكم بشيء ولكنه في الواقع ماذا؟ حكم بما أعطيته أنت فإما أن تعبر عن هذا بأنه هذا أصلا ليس عقلا وإنما هذا ماذا؟ العصبيات التي هي عندنا أو تعبر عنه بالعقل الذي أعطيته مقدمات غير صحيحة مقدمات غير مقدمات فاسدة كما عبرته هذا العقل العقل هو ماذا؟ العقل مرآة تطلعك على الموجود ذكروا أن شخصا قبيح المنظر رأى مرآة على مزبلة فرفع هذه المرآة ورأى وجهه فلم يعجبه فقال لو كان فيك خير لما رماك أهلك ده قضية مو في أهله أنت وجهك الشكل فأحيانا بهذه الصورة يعني نحن لا نقبل ببعض النتائج الصحيحة المضبوطة لماذا؟ لأنها لا توافق هوانا ونقول بأنه العقل العقل مرآة صافية تعكس الموجود تعطي النتائج التي أعطيته مقدماتها بينما النفس يعني هذا العقل هو ما إلى شغل هو لا مع ولا ضد لا يأمر ولا ينهى بينما النفس لا النفس تأمر النفس صاحبة إرادة هي تقبل هي لا تقبل هي تخدع تخادع يقولوا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي لكن العقل لا يأمر صحيح لا بالسوء ولا بغير السوء العقل يعطيك نتائج الآن هل أن العقل يحكم بهذا المعنى أو لا يحكم هذا بحث أصولي عندهم ولكن النفس ماذا؟ تأمر وتنهى ولذلك ممكن أن النفس تصل إلى درجة الأمر بالسوء ويمكن أن تصل في وقت من الأوقات لأنها تلوم لوامة ويمكن أن تصل في درجة من الدرجات إلى أن تكون ماذا؟ نفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فالفرق بين العقل والنفس أن النفس هي كل القوى النفس هي الآمرة الناهية في الواقع الذي تكلمنا فيه عن الجاه واليأس وعدم الإيمان وما أشبه من هذه المقدمات قلنا بأن هذا كل ماذا؟ جوانب في النفس هو في الواقع كل نفس نتكلم عن النفس نعم أحسنت هل أن النفس سمعت الشيخ النفس هي مستقلة في هذه الأفعال أو هي تابعة للعقل؟ نعم نحن قلنا لا النفس هي مستقلة بلا شك تأخذ أحيانا العقل ماذا قلنا؟ مرآة العقل يقول لها هذا خطأ وهذا صح لا يأمرها يعني التعبير بأمرها وعدم أمرها هذا بحث صح الظاهر يعني أن اللي أنا أذهب إليه يعني الحقير أنه لا العقل يأمر العقل يأمر وينهى نعم أي ولكن الآن هذا التعبير مرضي أو غير مرضي هذا بحث في مكانه ولكن العقل حينما يأمر النفس يأمر يعني ماذا؟ يأمر يعني يحكم بأن هذا باطل بأن هذا خطر بأن هذا حرام بأن هذا ممنوع لكن من الذي يقبل ومن الذي يرفض من الذي يتحرك ومن الذي يحجم يحجم هو النفس فالنفس بهذا الاعتبار لا مستقلة هي مستقلة بمعنى أن الأمور كلها بيدها إذا أرادت إذا لذلك الله سبحانه وتعالى جعل كل ما نتكلم عنه وربما يطول الكلام أيضا إلى أسابيع بل إلى شهور وربما سنوات كل في كلمتين وهو قد أفلح من زكاها ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقوها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها كل في النفس النفس هي إذا زكت كل شيء يصير طيبا وإذا دست أو تدست فإن كل الأمور تنقلب إلى دمار نعم سوى الشيخ تكلمنا عن الروح ما هي الروح؟ ما هو أثرها على النفس؟ الروح لها تعبيرات متعددة مرة وهو المعروف يعني عند الناس وعند السامعين غالب السامعين أن الروح المقصود به أو المقصود بها هي تلك القوة التي تجعل الجامدة متحركا بالإرادة طبعا يعني لو حرك الهواء حجرا لا يقال بأن هذه الحجر ذات روح وإنما إذا تحركت لكن الحركة بالمعنى العام ربما تكون حركة مثل النبات لا يتحرك ولكنه في واقع الأمر عنده حركة خاصة به فكل حركة إذا كانت ذاتية هذه الحركة الذاتية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى روح وبتعبير آخر الحياة إذا تحول الجماد إلى حي هذا الإنبثاث هو الذي يسمونه ماذا؟ الروح هذا هو المتعارف ولكن في القرآن الكريم نجد تعابير أخرى أعمق من هذا وهذا الذي ربما الناس أيضا يتعاملون به ويتعارفون عليه ولكن أحيانا تختلط عليهم هذه العناوين يقول مثلا هذا روحاني أو روحاني نعم مثلا هذا حديث روحي هذه الروح التي تكلمنا عنها بهذا المعنى أنها تبث الحياة التي يعني يدخل تحتها الحيوان والنبات والإنسان والجن والملائكة وما أشياء كلها روح ولكن لا تستطيع أن تسمي النبات روحانية صحيح لا تستطيع أن تسمي الحيوان روحاني بهذا المعنى الذي يمدح روحاني بمعنى نبيه روح تعطيه الحياة صحيح صحيح ذلك المعنى الثاني هو المقصود هنا ليس المقصود من الروح هي هذه القوة فقط التي تحرك أو تعطي الحياة وإنما تعطي الحياة الطيبة في القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأيّدهم بروح منه وأيّدهم بروح هم موجودين ذو أرواح عندهم هذه الروح التي نتعارف عليها من هم هؤلاء الذين أيّدهم بروح منه هؤلاء الذين يلتزمون بأوامر الله سبحانه وتعالى هذه الروح إذن بعد تلك الروح التي بثها الله سبحانه وتعالى في كل مخلوق حي في أول ولادته في أول ما يخرج من بطن أمه يبث فيه الروح أو بعد أربعة أشهر من حمله في بطن أمه ولكن هناك أرواح أيضا تأتي لهذا الإنسان واحدة بعد أخرى حتى تصل إلى درجة الروح القدس أو الروح الكبرى هذه هي في الروايات عندنا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان الإنسان يمكن أن تكون له خمسة أرواح روح تسمى روح الحياة وروح تسمى روح الشهوة وروح تسمى روح القوة وروح تسمى روح الإيمان وروح تسمى روح القدس فالأنبياء والمرسلون وكذلك من بعدهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أجمعين لهم خمسة أرواح وأما ما عداهم فقد يكون له أربعة أرواح وقد يكون له ثلاثة أرواح وقد يصل الأمر إلى أنه يكون له فقط روحان أو روح واحدة روح الحياة هي التي يدب فيها الإنسان ويتحرك ومن دونه هذه التي نتكلم عنها أو تكلمنا عنها روح القوة هي التي يتحرك بها الإنسان يجاهد يفعل يرفع الأشياء الثقيلة وروح الشهوة هي التي يأكل بها الإنسان ويشرب ويتزوج وروح الإيمان هي التي يعبد بها الإنسان ويختار معبوده ويختار ما ينحني له ويخضع له والروح الأخير روح القدس هي التي تملي على الإنسان النبوة الواحي ولكن كل هذه الأرواح أيضا ذات مراتب كما أن كل مرتبة غالبا في القضايا النفسانية عادة هي ذات مراتب القوة روح القوة روح أقوى من روح وكذلك أيضا روح القدس الشيخ نستطيع أن نقول أن في الأرواح الثلاثة الأولى يشترك الإنسان مع الحيوان في الشهوة وفي القوة ولكن يتميز بالقوة الرابعة التي هي الإيمان والقوة الخامسة أحسنتم نعم توجد بعض الروايات أيضا تؤيد هذا والفارق الأساسي إذا رجعنا إلى كلامنا السابق بين الإنسان وبين الحيوان هو في أنه له غريزة ولا عقل ولا فطرة بينما الإنسان فيه غريزة وفيه فطرة وفيه عقل والنفس كذلك أيضا لا يوجد فيه الحيوان وإن كان بعض العلماء والفقهاء يقولون بأن الحيوان له أيضا قصد من الفطرة ولكن تعبير القرآن الكريم ماذا فطرة الله التي فطر الناس عليها هل توجد أيضا في الحيوان أو لا بعض قال قدر ضئيل لذلك حتى العقل أيضا قالوا أن الحيوانات لها أيضا مقدار ضئيل مثلا النفس أيضا النفس قالوا إن لها مقدارا ضئيلا مثلا يقولون الجمل إذا رأى مثلا أحدا اعتدى على ابنه فإنه يضمها له الفيل هكذا توجد مقدار هل تسمى هذه فطرة وعقل أو كذا أو لا هذا أمر آخر ولكن لو غضبنا النظر عن هذا الجزء الضئيل فإن الإنسان يتميز عن الحيوان وفضلا أيضا عن الجماد بهذه الأمور بماذا بالنفس والفطرة والعاقل والأرواح التي تكلمنا عنها بهدي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه نعم صاحب الشيخ نرجع على سؤال استطراضي عن الغرائز لو سألنا أن هذه الغرائز التي ذكرتمها لنا نرى أن مثلا الحيوان الأسد يفترس بغريزته الإنسان يزني والعياذ بالله لهذه الغريزة التي وضعت فيه إذن لماذا الله سبحانه وتعالى وضع هذه الغرائز في الإنسان نعم هذا سؤال هام فعلا ومؤثر وأتمنى على المشاهدين الكرام التركيز في هذه المسألة بالذات الغريزة أو الغرائز لماذا غرسها الله سبحانه وتعالى في خلقه يريد أن يعذبهم بها يريد أن يدفعهم إلى الجريمة لأن بالنتيجة هذه الغرائز هي تدفع الإنسان لأن يفعل فحينما نقول غريزة الغضب غريزة مثلا الجنس غريزة حب الاستطلاع فهذه حب الاستطلاع يقول أنا عندي غريزة أروح أتطلع مثلا على أسرار الناس أو مثلا الغريزة الجنسية يروح يعتدي وينتهك أعراض الناس غريزة الغضب مثلا حينما يقتل يبطش تونى الآن في أخبار مؤسفة جدا أن البعض مثلا يقتل ابنته يعذبها حتى الموت نعم واحد آخر أيضا يعذب ابنته لأنها لم تأتي بمجموع يرضيه هو فلذلك أخذ يضربها يضربها إلى أن ماتت وهذه قضية واقعا في مكانه لو لم يكن هناك غريزة عندهم غريزة الغضب مثلا أو غريزة الجنس عند هؤلاء ربما يقال بأنه إذن لم يجنحوا ولم يجنوا هذه الجنايا والجواب نعم أن الله سبحانه وتعالى حينما يضع أمرا يزرع أمرا يغرس أمرا فإنه يغرسه لفوائد متعددة حينما نتكلم نحن عن فائدة أو فائدتين إنما نحن بنظرنا نظرنا إلى هاتين الزاويتين الله سبحانه وتعالى لا ترى في خلقه من فطور لو أن الإنسان لم تكن عنده هذه الغرائز لما تحرك لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه هذه الغرائز من أجل أن يتحرك لكن هذه الغرائز كما ذكرنا كما سبق وأن قلنا بأنها قوة كامنة في داخل الإنسان من أجل أن يحقق الهدف الذي أراده الله سبحانه وتعالى من الإنسان ولكن هذا الهدف له ضوابط رب العالمين أعطاه عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هذه كلها أمور سخرها للإنسان كما سخر تلك الغرائز من أجل أن يصل إلى ذلك الهدف فهي مقدمة كما يقال أو وسيلة للوصول إلى الهدف ولكن الله سبحانه بعد أن أعطى الإنسان أعطاه تلك النفس التي يمكن أن تجره إلى الفساد ويمكن أن تجره إلى ماذا؟ إلى أعلى عليين ونفس وما سواها فألهمها رب العالمين فجورها وتقواها أعطاه القوى أيضا ذلك ولكن حينما نأتي إلى هذه يعني نبتعد عن هذه النظرة الإلهية ونرى مواقف البشر الذين لا ينتمون إلى الفكر السماوي مثلا ماذا نجد؟ نجد بعضهم حينما نظروا إلى هذه الغرائز قالوا إن الإنسان داؤه الدوي هو في غرائزه فلذلك نحن حتى ينجو الإنسان من كل الشرور ينبغي عليه أن يقص قصى أجنحة الغرائز ولذلك وجدنا مثل الرهبانية عند النصارى مثل التبتل عند المسيحيين ماذا فعلوا؟ قالوا بأن الرجل لا يتزوج بأن المرأة لا تتزوج ولكن في الإسلام ماذا؟ لا رهبانية في الإسلام رهبانية بتدعوها ولذلك نحن نجد هذه الأيام هذه السنوات هذه الأخبار الفاضحة التي يرتكبها كبار القساوسة لماذا؟ لأنهم فرضوا على أنفسهم أمورا لم يردها الله سبحانه وتعالى لم يردها بعض المسلمين للأسف الشديد أيضا ذهبوا إلى هذا ولذلك مثلا واحد تجده يسد عينه لماذا؟ قال لأن هذا إسراف أنا أستطيع أن أنظر بعين واحدة أو بعضهم أخصوا أنفسهم أو يذكرون في بعض الروايات أن جماعة من الصحابة ثلاثة رجال جاءوا إلى رسول الله يزورونه ورأوا عبادته فانذهلوا ذهلوا اندهشوا نعم قالوا هذا رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذه عبادته أين نحن من عبادة رسول الله فلذلك قالوا قال الأول منهم أنا أقوم الليل كله وقال الثاني أنا أصوم الدهر كله ولا أفطر وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء فجئنا نساؤهن إلى رسول الله نساؤهم إلى رسول الله يا رسول الله ماذا فعل أزواجنا فقال لهم رسول الله إني أقرب إلى الله منكم ومع ذلك فأنا أصوم وأفطر أقوم الليل شطره وأنام وأتزوج بالنساء أيضا نعم كل هذه الأمور بشكل رب العالمين ماذا قال؟ والذين إذا أنفقوا لم يقتروا ولم يسرفوا وكان بين ذلك قوامة كل هذه الأمور حتى العبادة أيضا فيها ماذا؟ فيها اعتدال حتى الإنفاق أيضا فيه اعتدال لابد أن يكون الإنسان معتدلا في هذه الأمور فرسول الله صلى الله عليه وآله بيّن لهم هذا الأمر بينما نجد البعض يرى أن هذه الغرائز التي غرزها الله سبحانه وتعالى فيهم شرا لهم بل هي خير لو أنهم التفتوا لها جاءت امرأة إلى الإمام الباقر سلام الله عليه أو الإمام الصادق فقيل له إن هذه المرأة متبتلة قال لها ما تبتل عندك؟ أنت شنو يعني تتبتلين يعني ماذا؟ فقالت إنني لا أريد أن أتزوج لماذا؟ أتقرب بذلك إلى الله قال لو أنت تبتل كما تذهبين فإن فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت أولى منك بذلك لكن فاطمة الزهراء تزوجت وأنجبت الأولاد وهذا الخير كله أيضا في الكون كله ماذا؟ بسبب هذه الولادات الطاهرة الطيبة من الزهراء سلام الله عليها هذا جانب رأوا بأن هذه الغرائز شر مطلق فلا بد أن يخصوا أنفسهم لا بد أن يربطوا حجر المجاعة ولا يأكلوا لا بد أن يسدوا عينهم عن الإسراف فئة أخرى جاءت بالعكس على عكس هؤلاء وقالوا بأن هذه الغرائز سواء كان منهم العلمانيون أو الدينيون أيضا قالوا إن هذه الغرائز غرزها الله أو غرزتها الطبيعة في البشر من أجل ماذا؟ من أجل أنها قوة كامنة كأن ما هي تحقق الهدف الذي من أجله وجد الإنسان فلذلك صاروا طوائف بعضهم قال مثل سارتر مثلا أنه الإنسان هو المركز أنت روح حقك كل أمورك غرائزك توسع فيها ولا تهتم لأنه أنت المركز اللي قالوا اليوم للأسف الشديد في أمريا في أوروبا الذي يحكم ما هو الأنا صحيح الأنا قبله كان هناك أيضا فكرة يسمونها الأومانزم أو الهيومانزم أو الإنسانية يعني الإنسان هو المدار مو الله الإنسان هو المدار فما دائم الإنسان هو المدار بالنتيجة لا بد أن يأتي بشر خاصين فيكونون هم المدار والآخرين يسحقون اليوم بعد تطوروا أكثر من هذا صار لا أنا أنا سارتر كان يقول بالوجودية يعني هو مركز الكون فلذلك يحقق غرائزه بهذا الشكل أنجلز مثلا قال بأن هذه الغرائز جاء بها لمسألة واحدة فقط وهي مسألة الجنس الجنس والحب كل شيء ولذلك فلسفة كل الأمور بماذا بقضية الحب لذلك نجد هذه المفاسد صارت وانفتحت كل الأبواب وأبيحت كل المحرمات للأسف الشديد بعنوان ماذا أنه الإنسان أصلا لا بد أن يخطو هذا وهذا يأكد الكلام الذي ذكرناه من قبل وهو ماذا في مقدمات أنه الذي يحرك الإنسان ما هو الذي يحرك الإنسان هو القانون نشوف الآن الإخوان المشاهدين أيضا يلتفتون إلى هذا الإنسان لا يتحرك إلا من فكرة هذه الفكرة من أين تتحرك بالمنهج الذي أنت تفكر فيه أو تفكر به وهذه الغرائز وهذه الأهواء هي في الواقع أبواب أو سدادات في هذا المنظار يعني لو تصورت نفسك عندك ناظور منظار النور الذي تنظر به النور الذي تنظر به هو ما ذكرناه من قبل من الفكر ومن ماذا من العلم وعدم اليأس أو اليأس وما أشبه المنظار نفسه هو ماذا هو القانون أو الفكر الخاص الذي تفكر به لذلك تشوف أنه هذا العلماني وهذا الليبرالي وهذا الإسلامي كل واحد ينظر إلى مسألة واحدة بمنظار مختلف ثم تأتي هذه الغرائز هذه الميول هذه التعلقات لتكون مثل السداد فمرة تفتح فتجعلك ترى ومرة تغلق أو على الأقل تشوش على ما تنظر إليه فلذلك حينما يأتي هذا ويقول بأن أصل الوجود الإنساني هو أن يحقق غرائزه الجنسية لذلك نجد أن كثير من هذا السيل أو هذا السيل من الإباحة هذا السيل من الانحراف والشذوذ الجنسي وكذا جاء من ماذا من هذه الأفكار التي استقوها من هذا الرجل وأمثاله فكرة ثالثة فقط أن أتم بشكل سريع فكرة ثالثة أو رأي ثالث قال لا قال إن هذه الغرائز جاء بها من أجل تحقيق الأغراض مو بس الجنس ولا أنه النفس مثل ما قال سارتر وإنما كل غريزة عندك أنت حققها أصلا ولذلك يسمونها النظرية الغراضية يعني أنت جئت أو جئ بك لتحقق أغراض هذه الأغراض ماذا نشأت من هذه الغرائز فبالتالي أنت حققها ولا تسأل ولكن القرآن والإسلام وإذا الواحد يكون منصف نعم يشوف بأنه الإسلام والله سبحانه وتعالى قال إن هذه الغرائز جئت أو غرستها فيك أيها الإنسان من أجل أهداف سامية حليا الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان بأن يتزوج أصلا خلق الإنسان ذكرا وأنثى حتى يتزاوجها وحتى يستمتع بعضهم ببعض وخلق المال من أجل أن يستمتعوا به وخلق الأنعام المسومة حفوا الخيول المسومة والأنعام والحارث والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة حتى يستمتع بها الإنسان ولكن في حدود وضوابط إذا ضبطها الإنسان ذاك الحين هذه الضوابط ماذا تؤدي أو تجعل هذه الغرائز تؤدي دورها بشكل مضبوط نعم ويصل الإنسان بالنتيجة إلى السعادة التي يبحث عنها نعم جزاكم الله خير سمعت الشيخ استفدنا استفادة كبيرة ولكن دركنا الوقت جزاكم الله خير عزكم الله سلامكم مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم شعاع الأفكار قبل أن ننهئ هذه الحلقة المباركة ندعو بدعاء الفرج لإمامنا صاحب العصر والزمن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الرحمن مشاهدينا الكرام استودعكم الله والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته اشتركوا في القناة